الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلامي جماعا المنهج السلفي ما هي السلفية؟ هل هي حزب من الأحزاب؟ أو جماعة من الجماعات؟ أو فرقة من الفرق؟ كهذه الفرق المنتشر اليوم الضالة؟ أبدا السلفية هي ما حزب ولا يعني شعار يرفع ولا ناس هدفهم الدنيا والكراسي والسلطة إنما المنهج السلفي هو منهج وليس حزب بمعنى الحزبية البغيضة الموجودة اليوم إنما هو منهج ينتسب إلى السلف الصالح والسلف الصالح يقصد بهم الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم وهل نهن عندنا دليل على الانتساب إلى الصحابة رضي الله عنهم؟ نعم عندنا دليل أدل كثير من القرآن والسنة الصحيحة قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار إلى آخر الآية فالشاهد ربنا سبحانه وتعالى قال رضى عن هؤلاء الصحابة من المهاجرين والأنصار وهم كما رضوا عنه قال والتابعين والتابعون لهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان وذين التابعين للصحابة بإحسان فكل من تبع الصحابة بإحسان ربنا سبحانه وتعالى رضى عنه ما بنقول نحن ربنا نرضى عنه كأشخاص كأعيان لكن هذا المنهج هو المرضي عنه وكل من تابع وتمسك بهذا المنهج وأخلص فيه ونسأل الله الإخلاص لنا جميعا ولجميع المسلمين ثم النقطتان جماعة ونحن قصدنا نتكلم عن السلفية لأنه الليمادي بالذات في واقعنا بتاع السودان تحديدا وغيره لكن السودان تحديدا في تشويه للمنهج السلفي وأصحابه وده وسلوب قديم نحن عارفينه يجيبوا واحد أصلا ما سلفي يركبوا اللذين أو يربيوا اللذين كده ما يشتري موس ثلاثة أربعة شهور وقلوا خش في الجماعة دي لسلفين دي وعمل لهم لخبة وشوش عليهم كيف يعمل لهم لخبة أول شي يقول لنا سلفي وتكلم كلام كويس فترة الناس يسيقوا فيوا بعد ذلك شنو يجيب مناهج ما مناهج السلفين هي مناهج التكفيرين مثلا والسرورية ومناهج داعش قبح الله وجوههم جميعا أو مناهج الأخوان المسلمين عموما أو غيره لكن ديل تحديدا البخش غواصات ويحاول يفسد على المنهج السلفي ليه؟ لأنهم علموا تماما إنه ده المنهج الحق الذي قال الله عنه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسار رضي الله عنه مرضوا عنه وغيره من الآيات والنصوص الكثيرة جدا فيدخلوا الواحد يقول لك أنا سلفي لكن يتكلم باسم السلفي يعني فيها تفاهات وفيها سفاهات وفيها باطل ونحن لو ما قال كل دقيقتين بيقول أنا كسلفي أنا كسلفي أنا كسلفي أنا كسلفي ما كان بنوليه اهتمام كثير لأنه الرجل ما معرف أصلا في الوسط الدعوي هنا في السودان بصورة عامة ما بيعرفوا الله ناس والبصاد ديل 12-30 نفر لكن الرجل ده الغازنا نحن عمل المحاضرة دي وداري لبسنا نحن توب التكفيرين والدواعش شو الزوال ده قال شنو في محاضرته ده كلام قال وأنا أقول العلماني دي إذا حكمت هذه البلاد فيجب الخروج عليهم وقتالهم أنا أقول العلماني إذا حكمت هذه البلاد فيجب الخروج عليهم وقتالهم قال نحن بنقول لك العلماني إذا حكموا يقاتلوا ويستدل بحديث إلا أن تروا كفرا بواحا قام علق قال عشان كده نحن أعلناها حربا على العلمانية وزيالها ولابد أن يحارب هؤلاء العلمانية دي كفر بواح لابد أن تقاتل بالسنان واللسان حتى كلمة الحرب قصد بها الحرب عديل يعني بعد شيء احتمال يعملوا تفجيرات ويعملوا بلاوي وغلاغل ويقولهم زول مثلا حزب اتحاد ومغراط ولا غيروا يقوموا يفجروا ويقولوا ذي للسلفين وكل ما يقول الكلام الباطل ده كلام باطل ما عنده علاقة بالإسلام ولا عنده علاقة بالمنهج السلفي الذي رضيه الله سبحانه وتعالى للصحابة ومن تابعهم أبدا ده ما عنده علاقة بيهو زي ما أحبيه لك بعد شوية بلاد الله لكن الخطة وين بتاعت هؤلاء لتشويها المنهج السلفي الخطة إنه بيقول الكلام الباطل ده وكل دقيقتين في المحاضرة يقول لك نحن كسلفين نحن كسلفين نحن كسلفين عن حارب وعن كاتل وعلن الحرب بالسنان يعني بالسلاح يعني وتماما نهجنا جماعة لأنه العلماء لما نتكلموا عن الحاكم وعن الحكام الظلمة قالوا تسمع وتطع له كما في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع هذا في صحيح مسلم والحديث ده بنتحدى بأي زور لأنه نحن ناس حجة حجتنا بلساننا ده أما التفجير والتكسير والتخريب والفساد ده ما شغلنا نحن شغل السلفين ده شغل الدواعش وشغل السرورية وغيرهم من المجرمين وشغل ناس عبدالح يوسف وأنا بقول الكلام ده باسمه كمان لأنه هذي الفتوى بتعته بالفيديو الآن تستمع لها بيقول فيه شنو بيقول إنه الإنسان يمشي يفجر نفسه في العادو قال ده عمل جائز ومبارك المهم جوز ومباركه وقال صاحبه إن أخلص النية في أعلى علين من الجنة فيما مضى لمن ما كان عندهم سلاح ما عندهم إلا سلاح الإيمان الواحد يربط حزام ناسف يعني على خاصرته ويدخل في مجموعة من اليهود ويفجر نفسه هذه اختلف فيها أهل العلم المعاصرون والذي يعني أفتي به بأن هذه عمليات استشادية مضاركة صاحبها إن شاء الله إن أخلص النية لله وفي أعلى علين وفي جنات الناس يقول السائل هل تجوز العمليات الانتحارية وهل هناك حروف لفرقة هذا العمل ولا ولا قوة إلا لله لا تجد الحياة شو لتعمل الانتحار الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ودعم الباطل يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام في السنن نبي داود بسناد صحيح حديث ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قتل نفسه ومن قتل نفسه فإنه يعذب به يوم القيامة أي زول كتل نفسه دا مستحق للعذاب والجهاد ما فرضه أشان تكتل نفسك فرضه لحماية الإسلام والمسلمين أما ما يستدل به إنه البراء بن مالك شالو المنجنيق وجدعوا أصحابه قالوا ما جدعوا نجي والحصن إذا نفتح الباب هو جدعو صح أشان يفتح الباب مش أشان يكتل نفسه بذل التمامة القصة إنه فتح الباب وما كتله ففي بارك بين ذول يلبس ناسف حزام ناسف زي ما بقوله السروري نز عبد الحيوسف من الأخوان المسلمين أدبع باللاد وغير من الدواعش والإرهابيين فريق بين أن الإنسان يلبس نفسه حزام ناسف يكتل نفسه أول وبعد ذلك قد يموت واحد من العدو قد ما يموت حصلت كثير ما ماتوا ناس من العداء فجر نفسه أول كان ماتوا عداء ولا ما ماتوا إذ تكتلت نفسك أول ده حرام ده حرام بنص القرآن قال تعالى وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وقال تعالى وَلَا تُلْقُوا بَأَيْدِيُكُمْ إِلَا التَّهْلُكَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ فده ما منهجنا أبداً ده ما منهجنا ده ما منهج السرورية دي فالاسم البدري ده عمك المحنن اللي حيته ده ده ما سأل فيه ده أصل صنيعة بتاعت أخوان مسلمين فاللي يبلغ الشاهد الغائب نعنا بن عرفه من زمان شفت كيف صنيعة بتاعت أخوان مسلمين غزوا في جماعة أنصار السنة زمان لما أنصار السنة كان فيهم حيل وكان فيهم روح ذاته وكان عندهم منهج صحيح في جزئيات غزوا فيهم فارتقهم أسر لهم الفتن والبلاوي غال لهم البنطلون والقميص حرام وعمل حرب شعواء في حرب البنطلون والليلة في صف وجيه تابعين لمختار البدري ده قاعد يجي لعبوا الكورة شفتهم بعين ده في ميدان هنا بيلعوا فيه الشباب في اللاماب لابسين برمودة أنا ما عارف اللي بيحرم البنطلون بيحلل البرمودة كيف المهم هوس كتير جدا شفت كيف وعملوا حرب تغيلة جدا فيه بس في البنطلون ده بس بعد ذاك عملوا حرب في الخط الخط يا جماعة بتاع الصلاة تاع المؤكد حاربوا فيه الأمة دي كلها قالوا ما كان في عهد الرسول قاعد طيب المؤكد ذاته في عهد الرسول كان قاعد قال دي الخط المؤكد غلي المؤكد ذاته في عهد الرسول كان قاعد يا ناس الموضوع ده ما كده وديه أشياء بتاع الدنيا وهي وسائل الناس يعني بيستعينوا بها في العبادة وفي وصل الصفوف وفي مساواة الصفوف بعد شوعة في يوم من يوم عهد مختار ذاته تلف في الميزنة في مزيد الصافي هناك ريكب فوق قال له أجناظين قال له هردي ملميز هنا فقاله جا واحد من لجنة الجامع طلع له تبنج قال له يا تنزل يا رصصك فده ده منهج أصلا بتاع خوازيك تعرف الخوازيك يهوم دي لها الخوازيك لما بتعرفهم يجي يقول لك أنا كسلفي هفجر أنا كسلفي هكتل لا أنت ما سلفي لأنه ما منهج السلفي التكتير التفجير والتكتير يا ناس نحن ما حكام ذات ما شهر نكتل لنا زول ولا نحارب لنا زول ولا عندنا قوة زات حتى العلم لما قالوا الحاكم لو حكم وهو كافر كفرب وعديل ما فيه شك ابن حجر قال ليس عندكم فيه شك قالوا ده برضو ما يقاتل بسيف إلا بعد توفر شروط طويلة وعريضة يبقى منهج أزول منهج التكفيرين ده منهج التكفيرين والله الذي لا يلا غيره ونحن الغايصنا إنه ده دار يورطنا نحن يورط المنهي السلفي منهجنا ما كده وتاريخنا موجود في البلد دي نحن قد نقارع بالحجة ناظرنا صوفية ناظرنا الشعبيين البعاء الترابي ناظرنا الشيوعين ناظرنا غيرهم نحن قوتنا في الكتاب والسنة في الحجة بالكتاب والسنة جماعة وده نتحدى أي طائفة الشيوعين تجمع معنين صوفية صفوجية غيره أنصار صنة غيره بالحجة بالحجة بنجيب الكتب وهذه محاضراتنا شاهدة ده الحرية والتغيير ولا الليلة ما في ذلك يرد على من العلمانين ديل لا شعين لا جبهة لا غيره ما في ذلك يرد ليه لأنه حجة حجة ما قوة مننا لكن لأنا من الكتاب والسنة بنجيب كلامك بنعرض على القرآن قال الله وعلى السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فده والله ما منهجنا أبدا ده منهج هؤلاء المتطرفين الإرهابيين الخوارج والمنهج السلف منه براء وأي شيء زلك فلت ويقعد يقول حنفجر وحنسوي ده بمثل روح وبمثل في النهاية منهج المتطرفين اللي هو خلاصة منهج جماعة الإخوان المسلمين اللي هم الصنعوا ده مختار البدري ده صنعهم وعارف الكلام ده وعارف إنه أنا عارف هو ذاته عارف إنه أنا عارف لأنه تقابلنا قبل كده وتناقشنا في محل يابولي يجوه هناك وعمل فيه يلف ويمدح فيه سيد قطب ويمدح في التكفيرين ويمدح في الترابي وفي غيره ده صنيعة إخوان المسلمين وده منهجهم التطرف ده عشان كده بالله أخو مسلم جماعة الإخوان المسلمين أو بكرة البغداد زي ما اعترف ذاته القرداوي رئيس الأخوان المسلمين الليلة في العالم القرداوي اعترف إنه وبكرة البغداد رئيس داعش قال ده أصلا صنيعة الإخوان المسلمين صنيعتنا نحن صنيعت plugins فيا ناس منهجنا نحن الحجة كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله وده أمور إن شاء الله بإذن الله ما بتمشى علينا إحنا يغز واحد يركبوا لذيكين وركبوا لعمة جونع كسلفين حنكتن إحنا كسلفين حنعلن الحرب بالصنان كذب ده منهج الإخوان المسلمين نحن حجتنا واضحة وفيديوهاتنا وكتبنا وأشرطتنا وتسجيلاتنا ومحاضراتنا وخطب الجمعة القاعد نخطبه على مدى سنوات طويلة طاشر سنة حجة بس بل نحن اللي بضربون نحن اللي بنمشي مكان نلقى فيه بعض الصوبية الجهلة يقوموا يقوموا علينا بالصواطير نمشي مكان تانين ما شاء الله الناس سودانين فيهم خير يستقبلونه كويس نمشي مكان تالت يقوموا علينا ناس بعكاكز وبيسيخ ما نحن القاعد نضرب نحن اللي بتهجم علينا الناس فده منهجنا منهج واضح ما ضعف لكن ده المنهج يا جمع إنه بنحارب بالحجة وباللسان شكد الإمام محمد قاله له الرجل يقاتل يقاتل بالسيف والسنان والرجل الآخر يقارئ أهل البدع بالحجة والبيان أيهم أفضل قال الذي يقارئ بالحجة والبيان لكن كلامنا ده ما معناته ما في جهات في سبيل الله بالسيف ده في لكن الجهة وراء الحاكم وراء الحاكم مش قدام الحاكم وتعمل عصابة براك زي التكفيرين الصعاليك زي تعمل عصابة براك وتقول الله باعتك في الظلمة وتحتل سرير ده جهة وين قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الإمام جن يقاتل انتبه للحديث يقاتل من ورائه شوف ما قال معه ولا قال قدام ومن باب أولى قال من ورائه وراء الإمام وراء الحاكم يقاتل من ورائه ويتقى به فما في جهات إلا براية حاكم مسلم يا جماعة كان ظالم ولا عادل نرى وراءه الجهاد طالما كان مسلم كان ظالم ولا عادل وصلاة الجماعة والجمعة والجماعات والأعياد وصلاة الاستسقاء ونسمع ونطيع للحاكم المسلم حتى لو جار وظلم ولا يجوز الخروج عليه قلنا الكلام ده زمان وقلنا السع وبنقوله تاني إن عشنا لأنه ده منهج قال النبي عليه الصلاة والسلام من خرج على أميره قيد شبر فمات فميتة جاهلية وما في طائفة في التاريخ أبدا 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 خرجت على حاكم مسلم حتى لو ظالم طالما مسلم خرجت عليه وجابت خير أبدا وهدي سوريا تشهد ما في بعض العلماء كفروا بشار مش نحن بعض العلماء كفروا الناس تطلعوا عليهم أنا بتحدى أي علماني أي أبو ديقن زيدة موجرم زيدة وغيرهم بتحدىهم يوريني استفادوا شنو أصلا استفادوا شنو الفائدة شنو ما حصدهم كتلهم طب يا أخي عدد المفقودين والقتل والمفقودين أكتر من ثلاثة مليون سوري إحصايات حقيقية أكتر من ثلاثة مليون سوري حصدهم شعب سوري مسكين وغلبان فينها الجراجعين يرجعهم بشروط مقلع أراضيهم مقلع أموالهم الحصد شنو يا جماعة شكرا لإسلام ما بيدعو إلى السفة وحقيقة السفة جهل الإنسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضرها كما قال السعد رحمه الله فسول ما ممكن يسعى فيما يضر نفسه يا أخي ويكضب يقول لو ما قالنا كسلفي ما كان كلامنا بيكون معه حارب الطريقة لكننا عارفين نداري ورط السلفين لأنه مرسلن الأخوان المسلمين وأنا كلامي واضح نحن أصف ما عندنا كلام زي دا كلام دا عند الناس عبد الحيوسف وعند الأخوان المسلمين وعند المتطرفين والإرهابيين زي ما عرضنا لك الآن في الفيديو في المقطع إلى عبد الحيوسف جزاكم الله خير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى الله صلى الله عليه وسلم